السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهدنا سهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن إفرازات شفافة لازجة قبل الدورة وهل الإفرازات الشفافة اللازجة قبل الدورة من علامات الحمل أم لا تتغير الإفرازات المهبلية أثناء الدورة الشهرية حيث تميل الإفرازات لأن تكون بيضاء اللون أو غائمة قبل الدورة الشهرية وذلك لارتفاع مستويات هرمون البرويسترون ولكن وبشكل عام تعد الإفرازات المائية الشفافة طبيعية ولا تشير للإصابة بالعدوى إذ تفرز الغدل الموجودة داخل المهبل وعنق الرحم إفرازات شفافة لحمل الخلايا الميتة والبكتيريا وبالتالي حماية المهبل والمسالك البولية من الإصابة بالعدوى كما وتلعب هذه الإفرازات دور في ترتيب المهبل إذن ما هي الأسباب المحتملة وراء نزول إفرازات مائية شفافة قبل الدور أولا الإبادة من المحتمل أن تزداد الإفرازات المائية الشفافة في أي وقت خلال الدورة الشهرية ولكن أثناء فترة التبويض يمكن أن يحفز هرمون الاستروجين إنتاج المزيد من الإفرازات والتي تتميز بكونها مائية وشفافة إثنين ممارسة التمارين الرياضية على الرغم من أن الإفرازات المائية الشفافة يمكن أن تحدث في أوقات مختلفة من الدورة الشهرية إلا أن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة يحفز نزولها ثلاثة الإصارة الجنسية قد يكون سبب نزول إفرازات مائية شفافة قبل الدورة هو الإصارة الجنسية لذلك قد تلاحظ المرأة زيادة في الإفرازات بعد الجماع حيث يتضفق المزيد من الدم إلى المهبل عند الإصارة الجنسية وهذا يحفز نزول المزيد من السوائل ثانيا هل يمكن أن تكون الإفرازات المائية الشفافة علامة على الحمل أم لا والإجابة هي نعم نعم يمكن أن تكون الإفرازات المائية الشفافة دلالة على حدوث الحمل ولكن من غير الضروري أن تكون مؤشرا على ذلك دائما فقد ترتبط الإفرازات بأحد الأسباب التي ذكرناها لذلك إذا ترافق مع وجود إفرازات مائية شفافة بعض علامات الحمل الأخرى فإن شاء الله تكون علامة على حدوث الحمل ثالثا كيف يمكن منع الإفرازات المائية الشفافة كما ذكرنا تعد الإفرازات المائية الشفافة طبيعية بل وصحية ولا تشير للإصابة بالعدوى لذلك من غير الضروري القيام بأي إجراء لمنعها ولكن ننصحك باتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على نظافة المنطقة والوقاية من الإصابة بالعدوى إذ تسبب الكميات الكبيرة من الإفرازات المائية في زيادة رطوبة الملابس الداخلية وهذا بدوره يساهم في زيادة فرصة تكاسر البكتيريا والفطريات لذلك من الضروري الحفاظ على جفاف الملابس الداخلية باتباع الخطوات الآتية ارتداء الفوط اليومية وتغييرها بانتظام تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مزيلات العرق ارتداء ملابس داخلية مصممة لامتصاص الرطوبة تجنب استخدام الدش المهبالي لتنظيف المنطقة الحساسة لأنه يزيد من فرصة الإصابة بالعدوى والاكتفاء بتنظيف المهبل بالماء والصبون فقط والآن دعونا ننتقل إلى الجزئية الأخيرة بإذن الله في هذا الفيديو مات يجب مراجعة الطبيبة لا يسير نزول إفرازات مائية شفافة قبل دور القلق ومن غير الضروري زيارة الطبيبة من أجلها فنادرا ما يكون علامة على وجود مشكلة لكن في الحالات الآتية يجب القلق وزيارة الطبيبة تحول لون الإفرازات إلى الأصفر أو الأغدر تكتل الإفرازات المهبلية الإفرازات المهبلية التي لها رائحة كريهة الشعور بحكة في المهبل أو حرقة ظهور طفح جلدي أو تكرحات في المنطقة الشعور بألم عام وعدم الراحة فقد تكون الأعراض السابقة علامة على الإصابة بالتهاب المهبل الجرسومي أو داء المبيضات أو داء المشعرات أو الكلاميديا أو داء السل أو الهربس التنسلي في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكمنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر